انطلقت اليوم في العاصمة السودانية الخرطوم الاجتماعات الفنية لخبراء اللجنة الثلاثية لسد النهضة الاثيوبي بحضور وفود الدول أتلاس مصر والسودان واثيوبيا لاعتماد الصياغة النهائية للعقود المقرر أن توقع بالأحرف الأولى قبل عرضها على الوزراء والتوقيع عليها في احتفالية رسمية والتوقيع عليها غدا الثلاثاء كان قد انتهى أمس رؤساء وفود مصر والسودان واثيوبيا باللجنة الثلاثية الوطنية لسد النهضة من المراجعة النهائية للعقود المقرر توقعها بين المكتبين الفرنسي المسؤول عن إجراء الدراسات الفنية والمكتب الإنجليزي المسؤول عن الجوانب القانونية والإدارية والمالية والمنسق بين الدول الثلاث والمكتب الاستشاري الفرنسي